بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمران اللي سنسألت دروس برامجيات إدارة المخازن اليوم نقدم لكم برنامج جديد هو أحد النظم الحديثة في عمليات وبرمجيات إدارة المخازن ألا وهو السيسماتيكس السيسماتيكس طبعا واحد من أهم البرامج الحديثة والتي يمكن استخدامها كنظام إدارة المخازن وتوفير رؤية عن مخزون المؤسسة في أي وقت وأي موقع سواء في داخل المنشأة أو في خارجها وأثناء عمليات نقل المخزون إلى مكان آخر حيث حقيقة تتميز هذه البرامج إضافة إلى دقتها وتوفير المرونة وعمليات الإسراع في عمليات التخزين والتشيك بالإضافة وعلاوة على ذلك أن هذه البرامجيات تستخدم في عمليات كثيرة الغاية من عندها هو السهولة والدقة في عمليات النقل والفحص والتدقيق حيث نرى أن من أهم الفعاليات التي تقوم بها هذه البرامجيات هي عمليات الإستلام والحفظ حيث نرى من هذا الباب أن عمليات الشحن أثناء وصولها تم عمليات تجريد بصورة دقيقة ومنسقة كذلك من فوائد هذه البرامجي الحديثة هي استخدام عمليات الواي فاي وعمليات أنظمة الباركودينج كذلك يحدد هذا البرنامج اللوكيشن للمنجمنت حيث يتم معرفة المواقع لكل العمليات الجارية بالإضافة إلى عمليات البيكينج والباكيجينج لعمليات الشحن والتفريغ اللي يتم وكذلك عمليات الاستجابة أو عمليات الريبورتينج لعمليات الخزن والتفريغ وغيرها بالإضافة إلى العمليات الروتينية اللي يتم وهي عمليات الانفنتري أو عمليات الجرد لذلك تعتبر هذه من أهم مواصفات أو العمليات اللي يتم من خلالها تطبيق الأنظمة الخبيرة أو الأنظمة الحديثة في الحقيقة هناك أنواع من نظم إدارة المخازن تختلف طبعا باختلاف حج المؤسسة أو حجم المخازن وطبيعة المواد المخزونة ويمكن أيضا تصميم نظام إدارة المخازن أو تهيئته للمتطلبات المحددة بحيث أن الشركة أو المؤسسة لها الحرية في اختيار نوع البرنامج أو النظام المستخدم على سبيل المثال قد يستخدم التاجر اليوم بالإي كوميرس أو التجارة الإلكترونية نظام إدارة مخازن الذي يحتوي على وظائف مختلفة عن متاجر التجزئة التي يحتمد على نظام البيع التقليدي طبعا كل وحدة تحتمد على طبيعتها بالإضافة إلى ذلك يمكن تصميم نظام إدارة المخازن أو تهيئته لأنواع السلع التي تبيعها الشركة أو المؤسسة على سبيل المثال بحيث يكون التاجر تجزئة الأدوات الكهربائية المختلفة والمتطلبات والعمليات الأخرى التي يمكن أن يقوم بها كذلك من بين العوامل المهمة التي يتبعها هذا النظام هو عمليات تسمى أيضا أن يكون الاختلاف على نظام أكثر تعقيد بحيث أيضا يكون الاختلاف على هذا النطاق أكثر تعقيدا كما نعرف ليش؟ لأن هذا النظام يمتاز إضافة إلى الدقة ولكن يمتاز بالغلاء أو يمكن أن تكون أنظمة أوحدات قائمة بذاتها في نظام تخطيط المواد أو موارد الشركات والمؤسسات لذلك يعتمد هذا النظام الARP بحيث تكون هناك مجموعة تنفيذية لسلسلة التوريد كذلك يمكن أن يكون الاختاف على نطاق أكثر تعقيدا حيث قد تستخدم بعض المنشآت الصغيرة جدا كتجار التجزئة التي نعرفهم سلسلة بسيطة من المستندات المطبوعة أو الملفات أو الجداول لكن معظم المؤسسة سواء كانت شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة حيث تستخدم برامج إدارة المخازن المعقدة طبعا هناك تم عمليات أكثر إذا كلما كبرت المؤسسة أو المخازن سيستخدم نوع من أنواع البرامجات الكبيرة والمعقدة ولكن تقدم فعاليات نشطة كذلك أن تصميم بعض إعداد برامج إدارة المخازن تكون خصيصا لحجم المؤسسة كما ذكرنا والعديد من الباعين لديهم أصدارات من منتجات برنامج إدارة المخازن التي يمكنها التوسع إلى أحجام تنظيمية مختلفة هنا تقوم بعض هذه المؤسسات ببناء نظام إدارة المخازن وهو Warehouse Management System الخاص بها من البداية ولكن الأكثر شيوعا أن قيام الشركات بشراء برنامج إدارة المخازن من شركات متخصصة طبعا الشركات متخصصة كل واحدة تقوم بإضافة فعالية معينة مثلا إيجاد الفائض، عمليات النقص في الآيتمز، الفقرات، التسعير، وهكذا لذلك فإن بعض المنشآت تشتري برامج معقدة أو كبيرة تتناسب ويحجم المخزون يمكن أيضا تصميم نظام إدارة المخازن أو تهيئته لمتطلبات المحدودة للشركة أو المؤسسة على سبيل المثال قد يستخدم هنا برنامج الإلكوميرس الإلكتروني المتخصصة في عمليات المخازن اللي هي أونلاين والتي تتبع طبعا أكيد نظام خاص بيها يؤدي العمل المطلوب من عدها اللي هو يتمثل بعمليات التخزين والجرد الآن نتناول فقرة جديدة ألا وهي فوائد نظام إدارة المخازن طبعا لا بد من إدارة المخازن لها فوائد جمة الغاية من عدها هي يمكن أو يساعد تطبيق برامج إدارة المخازن على إضافة إلى عمليات الحفظ ولكن يمكن المؤسسة على تقليل تكاليف العمالة والعمالة نعرف أنه من العوامل المهمة اليوم في نظام إدارة المخازن لأنها يعتبر عامل مكلف ذلك اهتمام البرامجيات بهذا النوع للتقليل من أعمال العمالة وتحسين إدارة المخزون بحيث تكون إدارة تحتمد السبل الحديثة في عمليات الـ IT وعمليات الاتصالات لتحسين إدارة المخزون وكذلك تحسين المرونة والاستجابة في تنفيذ العمليات التجارية والصناعية المختلفة وتقليل الأخطاء في انتقاء وشحن البضائع يعني الـ Picking والPackaging وتحسين خدمة العملاء اللي هي الـ Customer Services وخدمة ما بعد البيع اللي هيسموها After Sale Services تعمل الأنظمة طبعا هذه بأجملها في المستودعات الحديثة وتكون ببيانات في الوقت الفعلي يعني يسموها Simultaneously ما يسمح للمؤسسة بزيادة أو بإدارة أحدث المعلومات حول أنشطتها وتسجيلها ومراقبتها وكذلك مثل طلبات الشراء والشحن وأي حركة تم أخرى لهذا المخزون لذلك لا بد من إدارة هذه المخازن بصورة صحيحة ولذلك هنا نتناول أهم مميزات هذه البرامج التي تحتبر برامج حديثة ولا بد من أن تؤدي دورها والغاية من شرائها طبعا أول هذه العوامل هو عامل التصميم لذلك لا بد من أن يكون تصميم معين لكل مخزن الغاية من عنده والذي يمكن المؤسسات من تخصيص سير العمل واختيار المناطق للتأكد من أن المستودع مصمم لتخصيص المخزون لأفضل وجه طبعا اليوم هذا يمثل سمعة للمخازن لا بد أن تكون هناك جهات متعددة تقوم بتصميم المخازن الحديثة المبردة وتحتمد أذن على نوع المواد ما هي المواد السريعة تشتعى المواد الخطيرة المواد الغازية المواد الطبية الأدوية مثلا وهكذا لذلك لا بد من التأكد أن المستودع مصمم لتخصيص المخزون بأفضل حال وأحسن وجه حيث تقوم برامج إدارة المخازن بتحديد فترة عمل حاوية مثلا حاوية شاي على سبيل تزيد على مساحة التخزين وتحسب الفروق في المخزن الموسمي هذه العمليات المستقبلية ثانيا أنه تتبع المخزون هنا يمثل عمليات كيفية الوصول والذي يتيح باستخدام أنضة التبوع يعني التريسنج مما فيه تعريف التلقاء للمنتج والنقاط ونقاط البيانات اللي يسمي AIDC والتي تتمد على تقنيات حديثة منها استخدام الباركورد أو الباركورد سكنر للتأكد منه يمكن العثور على هذه البضائع بسهولة عندما نحتاج إلى عمليات تحريكها ونقلها كذلك استلام التخزين الاستلام والتخزين للموقت والذي يسمح بتخزين واسترجاع المخزون يجب أن تكون هذه العملية تلقائية وبسرعة ممكنة لتجانب التعطيل كذلك تتم في هذه البرامجيات صفة جديدة ومهمة هي انتقاء وتعبئة البضائع حيث يمكن للعاملين في المستوى أيضا استخدام وظائف تقسيم المناطق لتنفيذ المهام بالطريقة الأكثر فعالية طبعا على حساب طبعا لا بد من أن تكون مراعيا لعمليات السلامة اللي يسموها الـ H-S عمليات الأمان والسلامة الوظيفية العملية الخامسة أو الفائدة هو الشحن والذي يمكن برامج إدارة المخازن من إرسال سندات الشحن وقبل الشحن أيضا وإنشاء قوائم التعبة وفاتير الشحن وإرسال إخطارات أو إشعارات الشحن المسبق إلى المستلمين هاي طبعا عملية تكنولوجية واحدة من أهم الخوطوات المتبعة في البرامجيات الحديثة والنقطة السابعة السادسة ما قبل الأخير وأيضا هي مهمة هي عملية إدارة العمل والتي تساعد مديري المخازن على مراقبة أداء العمال باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية اللي نسميها KPIS والتي تشير إلى العمال إلى العمال الذين يقومون بأداء أعلى أو أقل من المعايير هاي تعتبر مثل أنظمة الكونترول أو السيطرة على العمال إضافتين إلى ذلك فإذا إدارة الفناء والأرضيات والتي تساعد شاحنات هذه أيضا من العوامل المهمة والسريعة والتي تطلبها كل تقريبا المنشآت أو المخازن والتي بدورها هي عمليات الأرصفة بالحقيقة التي تساعد السائقين أو الشاحنات القادمة إلى المستودع العثور على الأرصفة والعثور على أحسن الأماكن التي تساعد في عمليات الشحن لذلك أعزاء الطلبة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من برامج اليوم وأود أن أقوم بسؤال بسيط ألا وهو قم بكتاب التقرير لا يزود أو الأقل من صفحتين عن أنظمة أخرى في إدارة المخازن والتي تكون أسعارها تتفاوت بين الخمس إلى العشرة آلاف دولار وهذه البرامج مستخدمة محلياً ولكن تحتوي على فعاليات أخرى ممكن تؤدي وظائف أشمل أرجو إرسال التقرير على إيميل الخاص شكراً لإصقائكم وتمنى لكم طيب الوقت والسلامة من وراء الفيروس الكورونا وإلى لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته